خطأ احنا قد نكون عملنا خطأ نصححه من وجهة نظرهم هما بيقولوا الكلام ده ان ده خطأ يمكن ان يتم تصحيحه من خلال وجود مدير فني اجنابي طب مين اللي حيعود مصر عن المنتخب مصر عن هذه الامور اللي حصلت خلال الفترة السابقة مين اللي حيعود مصر والنادي الاهلي عن ما حدث مع النادي الاهلي انا في نهاية دولة الابطال طبعا انا ولا مين يا طرى الموظف اللي حيطلع غلطان احنا عارفين طبعا مين هو الغلطان اكيد في حد غلطان لانه جواب جه استخبه استخبه جواب استخبه يبقى في حد غلطان علشان ما يعملش قص فكل اللي بقوله لحضراتكم ان في ظل هذه الحالة من العشوائية والقرارات العشوائية وكل حاجة عشوائية وكل حاجة ماشية وانا سمعت الحاجة دكتور اهاب كومي عضو مجلس قدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هو بيتكلم قال يا جماعة سيبونا ثلاث شهور احنا عندنا خطة علمية خطة علمية علمية ازاي دكتور اهاب على فكرة من الناس المحترمة جدا لكن انا الحاجة لم ارى اي شيء علمي حتى الان دكتور اهاب هو العلمي ان انا جيب مدير فني مصري او مدير فني علشان يبقى موجود عشان ما فيش دولارات ده بناء على كلام رئيس الاتحاد اللي حضرتك بتنتمي ليه لا طبعا الكلام ده مش صحيح لا يصح ان ينفع يتقال كده هل يصح انت تم ان يتم ان يتم اقالة المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر بقيمته وبعظمته يتم اقالة المدير الفني بتاع منتخب مصر على هوا في المداخلة التليفونية مهما كانت الضغوط لهذه الدرجة من السزاجة ما ينفعش يعني خطائين فيقال من شهر اختيار المدير الفني عشوائية اختيار المدير الفني مش كلامي كلام رئيس الاتحاد الكلام الرسمي اللي خرج من رئيس الاتحاد وكيفية الاطاحة بالمدير الفني فيقال من شهر قررت بمنتقى العشوائية سيبك انا لسه ما اتكلمتش على موضوع الاهلي لان دي مش خطأ دي كارثة ادارية مقصودة كارثة ادارية مقصودة الا لو اللجنة اللي كوينها وزير الشواهر ارتقت غير ذلك لو اللجنة ارتقت غير ذلك كلنا سمعا وطاعة ما عندناش اي مشكلة في هذا الامر لكن كل الشواهد بتؤكد بتودينا الحاجة يعني انا مثلا انا هنا في قناة الاهلي جايلنا جواب الجواب جاي باسم قناة الاهلي هل ينفع الموظف او رئيس القناة ما يشوفش الجواب ازاي يعني رئيس القناة يشوف الجواب ويقول ما جاش اصلا ويقول ويحكي القصص ويحكي الحاجات ويحكي لا يا صح هذا الكلام يا جماعة والله قرارات عشوائية قرارات صعبة قرارات غير صحيحة اشتركوا في القناة